أكدت سعادة الدكتورة مريم عبد الجلهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رئيسة مؤتمر الهيئة لتنظيم المهن والخدمات الصحية أهمية هذا المؤتمر في دعم جهود الهيئة لضمان تقديم خدمات صحية آملة وعالية الجودة في مملكة البحرين نعم حيث ستقيم الهيئة النسخة الثانية منه خلال شهر سبتمبر المقبل وأوضحت الدكتورة الجلهمة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والطبية اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح هذا المؤتمر النوعي والبناء على النجاحات التي تحققت في نسخته الأولى في عام 2019 والتي من شأنها تعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى ذات الصلة وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة نقاش مفتوحة مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي واستعراض جهود الهيئة في دعم النظام الصحي من خلال قيامها بمهامها بما فيها ترخيص مرافق الرعاية الصحية وتفعيل مبادرتين منشآت كخدمة رقمية تتيح التطبيق السريع والتنظيم لهذه المرافق ومهن للترخيص وتجديد التراخيص للممارسين الصحيين وغير ذلك من المهام وأشارت الدكتورة إلى أن المؤتمر بوابة مهمة تؤكد من خلاله الهيئة حرصها على مواصلة أداء مهمها الرقابية لتنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين في إطار برنامج الحكومة وضمان الملاءمة والاستمرارية والكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية في كل من القطاعين العام والخاص ترجمة نانسي قنقر